أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن قيس عن المنهار بن عمر عن زاذان عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس وجلسنا حوله كأن على رؤسنا الطير أخبرنا هناد عن ابن المبارك عن معمر عن زهري عن عبد الله بن فعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل أحد زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سعيد بن السائب عن رجل يقال له عبيد الله بن معي قال أصيب رجلاه من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفنا حيث أصيب وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أن نبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفلوا القتلى في مصارعهم أخبرنا عبيض الله بن سعيد قال حدثنا يحياء عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال لمات فمن يواريه قال اذهب فوار أباك ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني فواريته ثم جئت فأمرني فاتسلت وتعالي وذكر دعاء لم أحفظ أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبي عن سعد قال الحدوا لي لحظة وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا لما حضرته الوفاة قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي عن حكام بن سلم الرازي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا فمن نقدم يا رسول الله قال قدموا أكثرهم قرآن قال فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا وهب بن جبير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآن أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرق علي بن عباس قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهنية قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيك الشمس للغروب أخبرنا عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجات قال ابن جريت أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طابل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يطر إلى ذلك أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر فقالوا يا رسول الله فمن نقدم قال قدموا أكثرهم القرآن أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال اشتد الجراح يوم أحد فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم القرآن أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهما عن هشام بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفروا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآن حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال قتل أبي يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآن فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآن فقدم قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان قال سمع عمر جابرا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقب قال حدثنا عمر بن دينار قال سمعت جابرا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد الله بن أبي فأخرجه من قبره ووضع رأسه على ركبتيه فتفل فيه من ريقه وألبسه قميصه قال جابر وصلى عليه والله أعلم أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال دفن مع أبي رجل في القبر فلم يطب قلبي حتى أخرجته ودفنته على حدة أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمله يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم رأى قبرا جديدا فقال ما هذا قالوا هذه فلانة مولاة بني فلان فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت ظهرا وأنت نائم قائل فلم نحب أن نوقظك بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكبر عليها أربعا ثم قال لا يموت فيكم ميت ما دنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبك عن سليمان الشيباني عن الشعبي أخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منتبد فأمهم وصف خلفه قلت من هو يا أبا عمر قال ابن عباس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال الشيباني أنبأنا عن الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منتبد فصلى عليه وصف أصحابه خلفه قيل من حدثك قال ابن عباس أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن علي وهو أبو أسامة قال حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفن أخبرنا أحمل بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم ويحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن سماك عن جابر بن سمرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة أبي الدحداح فلما رجع أتي بفرس معرورة فركب ومشينا معه أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص زاد سليمان بن موسى أو يبتب عليه أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها أحد أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور أخبرنا سليمان بن داود قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا يسفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج قال قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ولا سورة في بيت إلا طمستها أخبرنا محمد بن آدم عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فامسكوا ما بدى لكم ولهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن أبي فروة عن المغيرة بن سبيع حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثة فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدى لكم وذكرت لكم أن لا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفة والنقير والحنتم انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن زيارة الخبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حولها وقال استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ونزلت إنك لا تهدي من أحببك أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أتستغفر لهما وهما مشركان فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فنزلت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مصرم يقول سمعت عائشة تحدث قال ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال لما كانت ليلة التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضعنا عليه عند رجليه وبسط طرف إذاريه على فراشه فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات فأطال ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت فليس إلا أن اتجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حش يا رابية قالت لا قال لا تخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قالت نعم فلهزني في صدري لهزة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله قال فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يدخل علي وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك فظننت أن قد رقت وكرت أن أوقره وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم قلت كيف أقول يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أخبرني محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها سمعت عائشة تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فنبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم متواعدون غدا أو مواكلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر فقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله العافية لنا ولكم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي صالح عن ابن شهاد قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعا لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواجد بن سعيد عن محمد بن جحاد عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي عن عمر بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعدوا على القبور أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أخبرنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة قال حدثنا أبو سلمة للخزاعي قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان وكان ثقة عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك أن بشير بن الخصاصية قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا فحانت منه التفاتة ورأى رجلا يمشي بين القبور في معليه فقال يا صاحب الستيتين ألقهما أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله الوراق قال حدثنا يزيد بن ذريع عن سعيد عن قتابه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عالهم أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا يونس بن محمد عن شيبان عن قتابه أنبأنا أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عالهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله قال حدثنا يزيد بن ذريع عن سعيد عن قتابه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عالهم أتاه ملكاني فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن ثرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجات عن ليت بن سعد عن معاوية بن صايح أن صفوان بن عمر حدث عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشديد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن التيني عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال الطاعون والمبطون والغريخ والمفساء شهادة قال وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن محمد العنقزي قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء قال يثبت الله للذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرسد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله للذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر فقال متى مات هذا قالوا مات في الجاهلية فسر بذلك وقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن شعبة قال أخبرني عوه بن أبي جحيفة عن أبي عن البراء بن عازب عن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها أخبرنا يحيا بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيا بن أبي كثير أن أبا سلم تحدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجاة أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر عن ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيد من عذاب القبر أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبرك فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله له ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجاة أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور فارتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود وقالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيد من عذاب القبر أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال إنكم تفتنون في قبوركم أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسرو عن عائشة دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر قالت عائشة فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لك فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائن أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة دخلت علي عجوزتان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزتين من عجز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قال إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسر فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا أخبرنا هناذ بن السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نسفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداف والعشيد إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يُعرَض على أحدكم إذا مات مقعده من الغداف والعشيد فإن كان من أهل النار فمن أهل النار قيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللغ له عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشيد إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب أنه أخبره أن أباه كعب ابن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة أخذ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس قال هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا قال عمر والذي بعثه بالحق ما أخطأوتي فجعلوا في بئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني الله حقا فقال عمر تكلم أجسادا لا أرواح فيها فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد عن أنس قال سمع المسلمون من الليل ببئر بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينادي يا أبا جهل بن هشام ويا شيبة بن ربيعة ويا عطبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله أوتنادي قوما قد جيفوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال إنهم ليسمعون الآن ما أقول لهم فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل بن عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت قوله إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية أخبرنا قتيبة عن مالك وبغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم وفي حديث مغيرة كل بن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشكمني أما تكذيبه إياي فقوله إني لا أعيده كما بدأته وليس آخر الخلق لأعز علي من أوله وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أخبرنا كثير ابن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه حتى حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه قال ففعل أهله ذلك قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أد ما أخذت فإذا هو قائم قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت قال خشيتك فغفر الله له أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله لما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا ميت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في البحر فإن الله إن يقدر علي لم يغفر لي قال فأمر الله عز وجل الملائكة فتلقت روحه قال له ما حملك على ما فعلت قال يا ربي ما فعلت إلا من مخافتك فغفر الله له وأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله عز وجل حفات عرات غرلا أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة عراتا غرلا وأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا بقية قال أخبرني الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عروع عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا فقالت عائشة فكيف بالعورات قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون حفاتا عراء قلت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر قال حدثنا بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال قال حدثنا يحيى عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفي عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر قال إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج فوج راكبين طاعمين كاسين وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها أخبرنا محمد بن غيلان قال أخبرنا وكيع ووهب بن جرير وأبو داود عن شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل قال أبو داود حفاتا غرلا وقال وكيع ووهب عراتا غرلا كما بدأنا أول خلق معيده قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وإنه سيؤتى قال أبو داود يجاء وقال وهب ووكيع سيؤتى برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني إلى قولك وإن تغفر لهم الآية فيقال إن هؤلاء لم يزالوا متبرين قال أبو داود مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا صارد بن ميسرة قال سمعت معاوية بن قرة عن أبيه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلق فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي له أحب إلي قال فذاك له أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام لما جاءه سكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على مفن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ما قال الموت قال فالآن فسأل الله عز وجل أن يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما اخترض الله علي من الصيام قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما اخترض الله علي من الزكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا لا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال مهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب فيها الجبال قال الله قال فمن جعل فيها المنافع قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم ووزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص فلما ول قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلنا الجنة أخبرنا عيسى بن حمد عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنسى بن مالك يقول بينا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله فقال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم محتكء بين ظهرانيهم قلنا له هذا الرجل الأبيض المحتكء فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل إني سائلك يا محمد فمشد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك قال سل ما بدى لك فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن سعلبة أخو بني سعد بن بكر خالفه يعقوب بن إبراهيم أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث قال حدثنا بن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جروس في المسجد دخل رجل على جبل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد وهو متفئ بين ظهرانيهم فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتفئ فقال له الرجل يبن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك قال الرجل يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة قال سل عما بدى لك قال أنشدك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغليائنا فتقسمها على فقرائنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل إني آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوله وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر خالفه عبيد الله بن عمر أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير قال سمعت أبي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل من أهل البادية قال أيكم ابن عبد المطلب قالوا هذا الأمغر المرتفق قال حمزة الأمغر الأبيض مشرب حمره فقال إني سائلك فمشتد عليك في المسألة قال سل عما بدى لك قال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك آه الله أرسلك قال اللهم نعم قال فأنشدك به آه الله أمرك أن تصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة قال اللهم نعم قال فأنشدك به آه الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا قال اللهم نعم قال فأنشدك به آه الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من اثني عشر شهرا قال اللهم نعم قال فأنشدك به آه الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا قال اللهم نعم قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن سعلمة أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني حفظ بن عمر بن الحارف قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان الدراشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث يونس بن يزيد وأدخل هذا حديثا في حديث أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أباه هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أباه هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أخبرنا الربيع بن سليمان في حديثه عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أباه هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه بن إسحاق عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين قال أبو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري والصواب ما تقدم ذكرنا له أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم عن قويس بن أبي أبي عديد بني تيم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة وقال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وتسلسل فيه الشياطين أرسله ابن المبارك أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان بن موسى خرساني قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وتسلسل الشياطين أخبرنا بشر بوهلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامة تفتح فيه أبواب السماء تغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حلم خيرها فقد حرم أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال عدنا عطبة بن فرقد فتذاكرنا شهر رمضان فقال ما تذكرون قلنا شهر رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت في بيت فيه عطبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث مني فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء تغلق فيه أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريد وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى بن سعيد قال أنبأنا المهلب بن أبي حبيبة وأنبأنا عبيض الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة قال أخبرنا الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله ولا أدري كره التزكية أو قال لابد من غفلة ورقدة اللفظ لعبيه الله أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا شعيب قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت بن عباس يخبرنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعديل حجه أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال أنت رأيته ليلة الجمعة قلت نعم ورآه الناس فصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نرى فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله قال نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حجثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليطوم غدا أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي داود عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم نصيصي قال أنبأنا حبان بن موسى المروزي قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس قال أنبأنا ابن أبي زائدة عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهداني فصوموا وأفطروا أخبروا أخبرنا 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 محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن نيسى بوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم موه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بن وحب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم موه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له أخبرنا أبو بكر بن علي صاحب حمص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية قال أنبأنا حباد بن هلال قال حدثنا حماد بن سلم عن عمر بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيدا قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتمو الهلال فأفطروا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين أرسله الحجاج بن أرطا أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطا عن منصور عن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوم وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة قال حدثنا بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان ثوموا للرؤية وأفطروا للرؤية فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا فلبث تسعا وعشرين فقلت أليس قد كنت آليت شهرا فعددت الأيام تسعا وعشرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثه وأخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم التين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغب قلوبكما وساق الحديث وقال فيه فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أكشته حفصة إلى عائشة تسع وعشرين ليلة قالت عائشة وكان قال ما أنا بداخل عليهم شهرا من شدة موجدته عليهم حين حدثه الله عز وجل حديثه فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك قد كنت آليت يا رسول الله أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا من تسع وعشرين ليلة نعدها عددا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون ليلة أخبرنا عمر بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري عن بهز قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال الشهر تسع وعشرون يوما أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن سلمة قال سلمة سمعت أبا الحكم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون يوما أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة إصبع أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين رواه يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعكها ثلاثة ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى قال يحيى بن سعيد قلت لإسماعيل عن أبيه قال لا أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي هو ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا محمد قال حدثنا معاوية وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن معاوية ولفظ له عن يحيى بن أبي كثير لأن أبا سلمة أخبر أنه سمع عبد الله وهو ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر تسع وعشرون أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا حتى ذكر تسعا وعشرين أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمر بن سعيد بن أبي العاص أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين أخبرنا محمد بن عبد الأعزة قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا ووصف شعبة عن صفة جبلة عن صفة ابن عمر أنه تسع وعشرون فيما حكى من صنعه مرتين بأصابع يديه ونقصت الثالثة إصبعا من أصابع يديه أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عقبة يعني ابن حريث قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقفه عبيد الله بن سعيد أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال تسحروا قال عبيد الله لا أدري كيف لفظه أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أخبرنا علي بن سعيد بن جرير نسائي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال تسحروا فإن في السحور بركة رفعه ابن أبي ليلى أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة أخبرنا عبد الأعلى بن واصر بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أخبرنا زكري بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت زر بن حبيش قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة بن زفر قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتين الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن تابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن تابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت زعم أن أنس للقائل ما كان بين ذلك قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية أخبرنا أبو الأشعة قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ثم قاما فدخلا في صلاة الصبح فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور قلت عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور قلت عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر قالت عائشة أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر قال مسروق عبد الله بن مسعود فقالت عائشة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا هنال بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة فقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى رضي الله عنهما أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيابي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه أخبرنا شعيب بن يوسف بصري قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباط بن سالية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال هلموا إلى الغداء المبارك أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بقية بن الوليد قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كربة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبي عن أبي قيس عن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحور أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيهما وذلك بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شرب تسويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازل أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود قال ونزلت في أبي قيس بن عمر أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن اخرج التمس لك عشاء فخرجت ووضع رأسه فنام فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه وذالف قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال هو سواد الليل وبياض النهار أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكثه ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أنبأنا سوادة بن حنغلة قال سمعت ثمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا يعني معطرضا قال أبو داود وبسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الوليد عن الأوزعي عن يحيا عن أبي سلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أنبأنا الأوزاعي عن يحيا قال حدثني أبو سلم قال أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصم أخبرنا محمد بن العداء قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن ابن عباس قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن إبراهيم حدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن سيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم قال حدثنا عمي قال حدثنا نافع بن يزيد أن ابن الهاد حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كله أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة فقلت أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أخطر ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا كان يصوم شعبان كله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان كان يصوم شعبان كله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة قال لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الصيداني يلاني حراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال سألتها عن صيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم يصوم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون رمضان أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا خالد وهو ابن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحاة قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله قالت لا ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله أخبرنا أبو الأشعة عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحاة قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطر حتى يصوم منه أخبرني عمر بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة عن الصيام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخميس أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ثورا عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج عن أبي خالد عن عمر بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار فأتي بشاة مصرية فقال كلوا فتنحى بعض القوم قال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس عن سماء قال دخلت على عكرمة في يوم من قد أشكل من رمضان هو أم من شعبان وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا فقال لي هلم فقلت إني صائم قال وحلف بالله لتخفرني قلت سبحان الله مرتين فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت قلت هاتي الآن ما عندك قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان ولا تستقبلوا الشهر استخبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعب قال أخبرني أبي عن جدي قال أخبرني شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ألا لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دمه أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا المعافى قال حدثنا موسى عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا زكري بن يحيا قال أنبأنا إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن الحارث عن يوسى الأيلي عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل يصلي في المسجد وصلى بالناس وساق الحديث وفيه قالت فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل وصلى في المسجد وساق الحديث وقال فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعكوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن القاسم عن مالك قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وفي حديث قتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرني محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن هشام وأبو الأشعة واللفل قالوا حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرني محمود بن صالد عن مروان أنبأنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني النصر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال له حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان فقال أبو سلمة حدثني عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة فذكر مثله وقال من صامه وقامه إيمانا واحتسابا أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان قال قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في شهر رمضان قال نعم حدثني أبي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامة فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجدي به وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال عبد الله قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجدي به وللصائم فرحتان فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند إفطاره ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجدي به وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمر أن المنذر بن عبيد حدث عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام لي وأنا أجزي به والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي الصيام جنة للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند نقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به والصيام جنة إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عليه عن عطاء ابن أبي رباح قال أخبرني عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم ولذي نفث محمد بيده لخلوف فنصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به والذي نفث محمد بيده لخلوفة فنصائم أطيب عند الله من ريح المسك أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن عمر عن بكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي وأنا أجزي به أخبرنا عمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا مهدي بن ميمون قال أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر آخذه عنك قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة قال حدثنا أبو أمامة الباهلي قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفع لله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح والضعيف لقب لكثرة عبادته قال أخبرنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عد له أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن أبو عبيد الله قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عد له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عد له أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي عن فطر أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا يحيى بن حمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن شعبة قال لي الحكم سمعته منه منذ أربعين سنة ثم قال الحكم وحدثني به ميمون بن أبي شديب بن معاذ بن جبل أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجات قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيا مجنة وأخبرنا محمد بن حاتم أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء قال أنبأنا عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيا مجنة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجلا من بني عامر بن صعصع حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرف إني صعم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا بن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن فقلت إني صعم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو مصعب عن المغيرة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال دخل مطرف على عثمان نحوه مرسل أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا معن عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة من النار فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ وإن امرئ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم والذي نفت محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح النسك أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن نسعر عن الوليد بن أبي مالك قال حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال الصيام جنة ما لم يخرقها أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل فيه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل فيه شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال حدثني سهل أن في الجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون هل لكم إلى الريان من دخله لم يضمأ أبدا فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل فيه أحد غيرهم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء قال يا معشر الشباب عليكم بالباء فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أخبرنا بشر بن صالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقبة أن ابن مسعود لقي عثمان بعرفاق فخلى به فحدثه وأن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله علقمة فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصر فإن الصوم له وجاء أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاردي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلنا على عبد الله ومعنا على القنة والأسود وجماع فحدثنا بحديث ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي لأني كنت أحدثهم سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال نعم أخبرنا عمر بن زغارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء قال أبو عبد الرحمن أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير منها محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع النحمة بالسكين ولكن انهثوا نفسا أخبرنا يونث بن عبد الأعلى قال أخبرني أنث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا أخبرنا داود بن ثليمان بن حفص قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن سهيل عن المقبري عن أبي سعيد الخضغي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم سبعين خريفا أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وقال حدثنا بن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عن النار سبعين خريفا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه من جهنم سبعين عاما أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن سهيل عن ابن أبي عياش عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أخبرنا الحسن بن قزعة عن حميد بن الأسود قال حدثنا سهيل عن النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعده الله عن النار سبعين خريفا أخبرنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمعاء النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدرية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا أخبرنا عبد الله بن منير ليسى بوري قال حدثنا يزيد العداني قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدرية قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه سبعين خريفا أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال قرأت على أبي حدثكم ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدرية قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا أخبرنا محمود بن صالد عن محمد بن شعيب قال أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه حدث عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر قال قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله لا نعلم أحدا تابع ابن كثير عليه أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا رجل أجهده الصوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء قال ما بال صاحبكم هذا قالوا يا رسول الله صائم قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برصة الله التي رخص لكم فاقبلوها أخبرنا محمود بن صالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من سمع جابرا نحوه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر عليكم برخصة الله عز وجل فاقبلوها أخبرنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر قال أنبأنا علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمر بن حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال ليس من البر الصيام في السفر أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرف والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصى أخبرنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأوزعي عن يحيا عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر أدنيا فكلا فقالا إنا صائمان فقال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعيد قال أخبرني الأوزعي عن يحيا أنه حدثه عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى بمر الظهران ومعه أبو بكر وعمر فقال الغداء مرسل أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن يحيا عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا بمر الظهران مرسل أخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن محمد بن شعيد قال حدثنا الأوزعي عن يحيا عن أبي سلمة قال أخبرني عمر بن أمية الضمري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال انتظر الغداء يا أبا أمية فقلت إني صائم فقال تعالى ابن مني حتى أخبرك عن المسافر إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزعي قال حدثني يحيا بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنطفر الغداء يا أبا أمية قلت إني صائم فقال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن يحيا عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية قلت إني صائم يا نبي الله قال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا محمد بن حرب عن الأوزعي قال أخبرني يحيا قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المهاجر قال حدثني أبو أمية يعني الضمري أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعيب قال حدثني الأوزعي قال حدثني يحيا قال حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال انتظر الغداء يا أبا أمية قلت إني صائم قال أدن أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني قال حدثنا عثمان قال حدثنا معاوية عن يحيا بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا أمية الضمري أخبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وهو صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر الغداء قال إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال أخبرك عن الصيام إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا علي عن يحيا عن أبي كلابة عن رجل أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر نحوه أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبل والمرضع أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ابن عيينة عن أيوب عن شيخ من قشير عن عمه حدثنا ثم ألفيناه في إبل له فقال له أبو قلابة حدثه فقال الشيخ حدثني عمه أنه ذهب في إبل له فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل أو قال يطعم فقال أدن فكل أو قال أدن فطعم فقلت إني صائم فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع أخبرنا أبو بكر بن علي قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث ثم قال هل لك في صاحب الحديث فدلني عليه فلخيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم فقال أبو أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن صالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فإذا هو يتغدى قال هلما إلى الغداء فقلت إني صائم قال هلما أخبرك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ورخص للحبل والمرضع أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل نحوه أخبرنا قطيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن الشخير عن رجل من بلحريش عن أبيه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائم وهو يأكل قال هلما قلت إني صائم قال تعالى ألم تعلم ما وضع الله عن المسافر قلت وما وضع عن المسافر قال الصوم ونصف الصلاة أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بلحريش عن أبيه قال كنا نسافر ما شاء الله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال هلما فطعم فقلت إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم عن الصيام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل وأنا صائم فقال هلما قلت إني صائم قال أتدري ما وضع الله عن المسافر قلت وما وضع الله عن المسافر قال الصوم وشطر الصلاة أخبرنا أحمد بن ثليمان قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن موسى وابن أبي عائشة عن غيلان قال خرجت مع أبي قلابة في سفر فقرب طعاما فقلت إني صائم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فقرب طعاما فقال لرجل ابن فطعم قال إني صائم قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في السفر فابن فطعم فدنوت فطعم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن مورق للأجل عن أنس بن مالك قال كنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلالا فسقط الصوام وقام المفطرون فسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضر أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حماد بن الخياط وأبو عامر قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر أخبرني محمد بن يحيى بن أيوبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرج في رمضان فصام حتى أتى خديدا ثم أتي بقدح من لبن فشرب وأخطر هو وأصحابه أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا عبثر عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى أتى قديدا ثم أفطر حتى أتى مكر أخبرنا زكريا بن يحيا قال أنبأنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بقدح فشرب قال شعبة في رمضان فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن العوام بن حوشب قال قلت لمجاهد الصوم في السفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرني مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وأفطر في السفر أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أزهر بن القاسم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمر الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن ثم ذكر كلمة معناها إن شئت ثمت وإن شئت أفطرت أخبرنا ختيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار أن حمزة بن عمر قال يا رسول الله مثله مرثل أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث والليث فذكر آخر عن بكير عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمر الأسلمي قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأخطر أخبرنا عمران بن بكير قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي قال حدثاني جميعا عن حمزة بن عمر قال كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسرد الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أخبرنا عبيض الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حمزة بن علي عن حمزة قال قلت يا نبي الله إني رجل أسرد الصيام أفأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أخبرنا عبيض الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس أن سليمان بن يسار حدث أن أبا مراوح حدث أن حمزة بن عمر حدث أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا عمر وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجد فيي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح قال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمر الأسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة قال حدثنا عبد الرحيم عن هشام عن عروة عن عائشة عن حمزة بن عمر أنه قال يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن حمزة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أخبرني عمر بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشاب بن عروة عن أبيه عن عائشة أنحمزة الأسلمية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان رجلا يسرد الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثنا أبو سعيد قال كنا نسافر في رمضان فمن الصائم ومن المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي عن أبي سلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا أخبرنا أيوب بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا عاصم عن أبي نضرة المنذر عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله أنهما سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيثوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائمة في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطر أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة فافتتح مكة في رمضان قال ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء فقال إني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع للمسافر الصومة وشطر الصلاة وعن الحبلة والمرقى أخبرنا قتيبة قال أنبأنا بكر وهو بن مضر عن عمر بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ورقاء عن عمر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه يكلفونه فدية طعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة فهو خير له وأن تصوموا خير لكم لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي يعني ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة أتخذ الحائض الصلاة إذا طهرت قالت أحرورية أنت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا يحيا بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يحدث عن عائشة قالت إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجي أشعبان أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حسين قال حدثنا عبسر قال حدثنا حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشراء أمنكم أحد أكل اليوم فقالوا منا من صام ومنا من لم يصروا قال فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيا عن يزيد قال حدثنا سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أذن يوم عاشراء من كان أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليثم أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيا بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء فقلت لا قال فإني صائم ثم مر به بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أنضاها وإن شاء حبسها أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد أنبأنا شريك عن طلحة بن يحيا بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة قال أعندك شيء قالت ليس عندي شيء قال فأنا صائم قالت ثم دار علي الثانية وقد أهدي لنا حيس فجئت به فأكل فعجبت منه فقلت يا رسول الله دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيس قال نعم يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما بقي فأمسكه أخبرنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيا عن مجاهد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ويقول هل عندكم غداء فنقول لا فيقول إني صائم فأتانا يوما وقد أهدي لنا حيس فقال هل عندكم شيء؟ قلنا نعم أهدي لنا حيس قال أما إني قد أصبحت أريد الصوم فأكل خالفه قاسم بن يزيد أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيا عن عائشة رمز طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلنا أهدي لنا حيس قد جعلنا لك منه نصيبا فقال إني صائم فأفطر أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا طلحة بن يحيا قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فقال أصبح لكم شيء تطعميني فنقول لا فيقول إني صائم ثم جاءها بعد ذلك فقالت أهديت لنا هدية فقال ما هي قالت حيس قال قد أصبحت صائما فأكل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيا عن عمته عائشة بن جطلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فإني صائم أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن القاسم بن معن عن طلحة بن يحيا عن عائشة بنت طلحة ومجاهد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها فقال هل عندكم طعام؟ فقلت لا قال إني صائم ثم جاء يوما آخر فقالت عائشة يا رسول الله إنا قد أهدي لنا حيث فدعا به فقال أما إني قد أصبحت صائما فأكل أخبرني عمر بن يحيا بن الحارث قال حدثنا المعافة بن سليمان قال حدثنا القاسم عن طلحة بن يحيا عن مجاهد وأم كلثوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال هل عندكم طعام؟ نحوه قال أبو عبد الرحمن وقد رواه سناك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة أخبرني صفوان بن عمر قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن سناك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من طعام؟ قلت لا قال إذن أصوم قالت ودخل علي مرة أخرى فقلت يا رسول الله قد أهدي لنا حيث فقال إذن أفطر اليوم وقد فردت الصوم أخبرني القاسم بن زكريا بن بينار قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال أنبأنا ليث عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليف بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وذكر آخر أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم حدثهما عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت عبيت الله عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن حفصة أنها كانت تقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر أخبرني زكري بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا معمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سفيان بن عيينة ومعمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر أخبرنا أحمد بن حرب حدثنا سفيان عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر أبس له مالك بن أنس قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثله لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصم قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عمر بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمر بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يطوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حبر ولا سفر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة أخبرنا محمد بن النضر بن نساور المروزي قال حدثنا حمد عن مروان أبي لبابة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان أخبرنا قتيبة قال حدثنا حمد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدث أنه سمع عائشة تقول كان أحب الشكور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان بل كان يصله برمضان أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا بن وهب قال قال أخبرني مالك وعمر بن الحارث وذكر آخر قبلهما أن أبا النظر حدثهم عن أبي سلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر ويفطر حتى نقول ما يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن أبي سلم عن أم سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن توبة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ويصل به رمضان أخبرنا عبيد الله بن سلم بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن عائشة قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان يصومه أو عامته أخبرني عمر بن هشام قال حدثنا محمد بن سلم عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن أبي سلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير عن خارج بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أخبرنا عمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أخبرنا عمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا خمتهما قال أي يومين قلت يوم الاثنين ويوم الخميس قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني ثابت بن قيس الغفاري قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم أخبرنا عمر بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن داود قال أخبرني ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال أنبأنا عبيد الله بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس أخبرنا إسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن غافع عن سوائن الخزاعي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا النظر قال أنبأنا حماد عن عاصم بن أبي النجود عن سواء عن حصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن وكان يصوم الاثنين والخميس أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أبي أنبأنا أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بمسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقل ما يفطر يوم الجمعة أخبرنا زكريا بن يحيا قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي بريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام ثلاثة أيام من الشهر أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس وسئل عن صيام عاشوراء قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية يوم عاشوراء وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم أخبرني زكري بن يحيى قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن صياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر وخميسين أخبرني حاجب بن سليمان قال حدثنا الحارث بن عطية قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرأ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام حدثنا عيسى بن مساور عن الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني عطاء عن عبد الله وأنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثني الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن عبد الله بن عمرأ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبي وعقبة عن الأوزاعي قال حدثني من سمع ابن عمرأ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام أخبرنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبي عن الأوزاعي عن عطاء قال حدثني من سمع ابن عمرأ قال من صام الأبد فلا صام أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا بن عائد قال حدثنا يحيا عن الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه قال حدثني من سمع عبد الله بن عمر بن العاص قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام أبد فلا صام ولا أخبر أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد الصوم وساق الحديث قال 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 أعطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد لا صام من صام الأبد أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف عن عمران قال قيل يا رسول الله إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر قال لا صام ولا أفطر أخبرني عمر بن هشام قال حدثنا مخلد عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده رجل يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صوم الدهر لا صام ولا أفطر أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال أنبأنا أبو هلال قال حدثنا غيلان وهو ابن جرير قال حدثنا عبد الله وهو ابن معبد الزماني عن أبي قتادة عن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا برجل فقالوا يا نبي الله هذا لا يفطر منذ كذا وكذا فقال لا صام ولا أفطر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن غيلان أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضل فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وسئل عن من صام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حميد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمر الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال صم إن شئت أو أفطر إن شئت أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمر بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يطوم الدهر قال وذدت أنه لم يطعم الدهر قالوا فثلثيه قال أكثر قالوا فنصفه قال أكثر ثم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر صوم ثلاثة أيام من كل شهر أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عمار عن عمر بن شرحبيل قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل صام الدهر كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذدت أنه لم يطعم الدهر شيئا قال فثلثيه قال أكثر قال فنصفه قال أكثر قال أفلا أخبركم بما يذهب وحر الصدر قالوا بلى قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر أخبرنا قتيبة قال حدثنا حمناد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوب الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال أو يطيق ذلك أحد قال فكيف ممن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك صوم داود عليه السلام قال فكيف ممن يصوم يوما ويفطر يومين قال وذدت أني أطيق ذلك قال ثم قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله قال وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين ومغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حمد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد قال قال لي عبد الله بن عمر أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يأتيها فيسألها عن بعدها فقالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا فنفى منذ أتيناه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتني به فأتيته معه فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال صم من كل جمعة ثلاثة أيام قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال صم يومين وأفطر يوما قال إني أطيق أفضل من ذلك قال صم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم أخبرنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبثر قال حدثنا حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال زوجني أب امرأة فجاء يزورها فقال حيف ترين بعلك فقالت نعم الرجل من رجل لا ينام الليل ولا يفطر النهار فوقع به وقال زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها قال فجعلت لا ألتفت إلى قوله مما أرى عندي من القوة والاجتهاد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر فقم ونم وصم وأفطر قال صم من كل شهر ثلاثة أيام فقلت أنا أقوى من ذلك قال صم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما قلت أنا أقوى من ذلك قال اقرأ القرآن في كل شهر ثم انتهى إلى خمس عشرة وأنا أقول أنا أقوى من ذلك أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلم تحدث أن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرتي فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال بلى قال فلا تفعلا نم وقم وصم أفطر فإن لعينك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لصديقك عليك حقا وإنه عسى أن يطول بك عمر وأنه حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة فذلك صيام الدهر كله والحسنة بعشر أمثالها قلت إني أجد قوة فشددت فشدد عليك قال صم من كل جمعة ثلاثة أيام قلت إني أطيق أكثر من ذلك فشددت فشدد عليك قال صم صوم نبي الله داود عليه السلام قلت وما كان صوم داود قال نصف الدهر أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر بن العاص قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليلة ولأصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له لقد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمر لأن أكون قبلت السلاسة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي أخبرني أحمد بن بكار قال حدثنا محمد وهو ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عبد الله بن عمر قلت أي عمر حدثني عما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن في كل يوم وليلة فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاني حتى دخل علي في داري فقال بلغني أنك قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن فقلت قد قلت ذلك يا رسول الله قال فلا تفعل ثم من كل شهر ثلاثة أيام قلت إني أقوى على أكثر من ذلك قال فصم من الجمعة يومين الإثنين والخميس قلت فإني أقوى على أكثر من ذلك قال فصم صيام داود عليه السلام فإنه أعدل الصيام عند الله يوما صائما ويوما مفطرا وإنه كان إذا وعد لم يفلث وإذا لا قال لم يفر أخبرنا محمد بن المسنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض سمعت أبا عياض يحدث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ثم يوما ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال ثم يومين ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال ثم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال ثم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال ثم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفكر يوما أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو العلاء عن مطرف عن ابن أبي ربيع عن عبد الله بن عمر قال ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم فقال صوم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تلك التسعة فقلت إني أقوى للذلك قال صوم من كل تسعة أيام يوما ولك أجر تلك الثمانية قلت إني أقوى من ذلك قال فصوم من كل ثمانية أيام يوما ولك أجر تلك السبعة قلت إني أقوى من ذلك قال فلم يزل حتى قال صوم يوما وأخطر يوما أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيل قال حدثنا حمال وأخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم يوما ولك أجر عشرة فقلت زبني فقال صم يومين ولك أجر تسعة قلت زبني قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ثمانية قال ثابت فذكرت ذلك لمطرف فقال ما أراه إلا يزداد في العمل وينقص من الأجر واللفظ لمحمد أخبرنا محمد بن عبيد عن أصباط عن مطرف عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت يا رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير قال لا صام من صام أبد ولكن أدلك على صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال صم خمسة أيام قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال فصم عشرة فقلت إني أطيق أكثر من ذلك قال صم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفكر يوما أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن حبيب قال حدثني أبو العباس وكان رجلا من أهل الشام وكان شاعر وكان صدوقا عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبو العباس هو الشعر يحدث عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر إنك تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت له النفس لا صام من صام الأبد صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر كله قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال صم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت إني أطيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب إليه حتى قال في خمسة أيام وقال ثم ثلاثة أيام من الشهر قلت إني أطيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب إليه حتى قال ثم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت سمعت عطاء يقول إن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد الصوم وأصلي الليل فأرسل إليه وإما لقيه قال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا وصم أفطر وصل ونم وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة قال إني أقوى لذلك يا رسول الله قال صم صيام داود إذن قال وكيف كان صيام داود يا نبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال ومن لي بهذا يا نبي الله أخبرنا زكرياء بن يحيا قال حدثنا وهب بن بقية قال أنبأنا خالد عن خالد وهو الحثاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمر فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة أدم ربعة حشوها ليه فجلس على الأرض وصارت الوسادة فيما بيني وبينه قال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسة قلت يا رسول الله قال سبعة قلت يا رسول الله قال تسعة قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة قلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وفطر يوم أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن زياد بن فياط قال سمعت أبا عياض قال قال عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من الشهر يوما ولك أجر ما بقي قلت أني أطيق أكثر من ذلك قال فصم يومين ولك أجر ما بقي قلت أني أطيق أكثر من ذلك قال فصم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قلت أني أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قلت أني أطيق أكثر من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حرملت عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شكل أخبرنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصوم ثلاثة أيام من كل شهر أخبرنا زكري بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي ضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أخبرنا محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أخبرنا زكري بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة عن عبد الرحيم وهو ابن ثليمان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله ثم قال صدق الله في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر أو فله صوم الشهر شك عاصم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أنا مطرفا حدث أن عثمان بن أبي العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر أخبرنا زكري بن يحيى قال أنبأنا أبو مصعب عن مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال عثمان بن أبي العاص نحوه مرسل أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شريك عن الحر بن صياح قال سمعت بن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يثوم ثلاثة أيام من كل شهر أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن الحر بن صياح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين من أول الشهر والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم عن زهير عن الحر بن الصياح قال سمعت هنيدة الخزاعية قال دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوه من كل شهر ثلاثة أيام أول اثنين من الشهر ثم الخميسة ثم الخميس الذي يليه أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثنا أبو إسحاق الأشجعي كوفي عن عمر بن قيس الملأي عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة قال أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم سيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء أخبرني أحمد بن يحيا عن أبي نعيم قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوم تسعا من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر وخميسين أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان السقفي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوم العشرة وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بعبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيان ثلاثة أيام أول خميس والاثنين والاثنين أخبرنا مخلد بن الحسن قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل قال إني صائم ثلاثة أيام من الشهر قال إن كنت صائما فصمد غر أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا الفضل بن موسى عن فطر عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة أخبرنا عمر بن يزيدا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة أخبرنا عمر بن يزيدا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة سمعت أبا ذر بالرب ذات قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن بيان ابن بشر عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليك بصيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ليس من حديث بيان ولعل سفيان قال حدثنا اثنان فسقط الألف فصار بيان أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان قال حدثنا رجلان محمد وحكيم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بصيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم عن بكر عن عيسى عن محمد عن الحكم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال قال أبي جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب قد شواها وخبز فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني وجدتها تدمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يضر كلوا وقال للأعرابي كل قال إني صائم قال صوم ماذا قال صوم ثلاثة أيام من الشهر قال إن كنت صائما فعليك بالغر البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال أبو عبد الرحمن الصواب عن أبي ذر ويشجه أن يكون وقع من أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم بن معن عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب وكان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليها فقال الذي جاء بها إني رأيت بها دمى فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وأمر القوم أن يأكلوا وكان في القوم رجل منتبذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قال إني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا ثلاثة البيض ثلاثة وأربع عشرة وخمس عشرة أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل فلما قدمها إليه قال يا رسول الله إني قد رأيت بها دمى فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها وقال لمن عنده كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها ورجل جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن فكل مع القوم فقال يا رسول الله إني صائم قال فهل لا صمت لبيض قال وما هن قال ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أنبأنا أنث بن سيرين عن رجل يقال له عبد الملك يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيض ويقول هن صيام الشهر أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت عبد الملك بن أبي المنهال يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيض قال هي صوم الشهر أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصوم أيام الليالي الغر البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوف الابن أبي عقرب عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من الشهر قلت يا رسول الله زدني زدني قال تقول يا رسول الله زدني زدني يومين من كل شهر قلت يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قوية فقال زدني زدني أجدني قوية فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غمنت أنه ليردني قال صم ثلاثة أيام من كل شهر أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأسود بن شيبان عن أبي لوفل بن أبي عقرب عن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر واستزاده قال بأبي أنت وأمي أجدني قوية فزاده قال صم يومين من كل شهر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قوية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قوية إني أجدني قوية فما كاد أن يزيده فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصري عن المعافى عن زكري بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإنهم يعني أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك بذلك فاتق دعوة المظلوم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه أن لا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت امرأا لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله وإني أسألك بوحي الله لما بعثك ربك إلينا قال الإسلام قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليه وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك للأشعرية حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتفدير يملأ السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا خالد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر أبي عبد الله قال أخبرني صهيب أنه سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيب يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم ثم قال ما من عبد يصل الصلوات الخمسة ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام أخبرني عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير لك وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال نعم وإني أرجو أن تكون منهم يعني أبا بكر أخبرنا حناد بن سري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني مقبلا قال هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت ما لي لعلي أنزل في شيء قلت من هم فداك أبي وأمي قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا حتى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطعه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفذت أخراها أعيدت أولاها حتى يقضى بين الناس أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه ثم قرأ نصداقه من كتاب الله عز وجل ولا تحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا ختادة عن أبي عمر الغداني أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قالوا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها قال في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فقطعه بأخفافها إذا جاءت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة أغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فتنطحه كل ذات قرن بقرنها وتطعه كل ذات ظلف بظلفها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطعه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها وعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبليه عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن يحيا وأصبرنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمر بن يحيا عن أبي عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة أخبرنا عيسى بن حمد قال أنبأنا الليث عن يحيا بن سعيد عن عمر بن يحيا بن عمارة عن أبي عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل قال حدثنا حمد بن سلم قال أخذت هذا الكتاب من سمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس دود شاه فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين فإذا بلغت ستة واربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طوقتان فحل إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حق فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حق فإنها تقبل منه الحق ويجعل معها شاتين إن استيسرتالة أو عشرين درهمة ومن بلغت عنده صدقة الحق وليست عنده حق وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمة أو شاتين إن استيسرتالة ومن بلغت عنده صدقة الحق وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر تاله أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حق فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر تاله أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت ففي كل مئة شات ولا يؤخذ في الصدقة هلمة ولا ذات عوار ولا تيت الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع فشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شات واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة رب العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت قال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزق فلا يزال حتى يلقمه أسبوعه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا له أجرها ومن منعها فإنا آفلوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن الأعمش عن شقيق عن مسروط عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارة أو عدله معافرة ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسلمة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى وهو ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروط والأعمش عن إبراهيم قال قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا ومن كل حال من دينارة أو عدله معافر أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروط عن معاذ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حال من دينارة أو عدله معافر أخبرنا محمد بن منصور طوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاف قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلم عن معاذ بن جبل قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة لقاع قرقر تطأه ذات الأظلاف لأظلافها وتنطحه ذات القرون لقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وماذا حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال أنبأنا شريح بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعقها ومن سئل فوقها فلا يعقه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذود شاه فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين فإذا بلغت ستة واربعين ففيها حقة طروقة الفحم إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحم إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت واحدة ففي كل مئة شاء ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من فليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شات واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الردقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطعه بأخفافها كلما نفذت أخراها أعادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس أخبرنا هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال أتانا مخدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبا ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع فأتاه رجل بناخة كوما فقال خذها فأبى أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فأتاه فصيلا مخلولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل فجاء بناخة حسنا فقال أتوه إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال عمر بن مرة أخبرني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال قال جرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون قال أرضو مصدقيكم قال وإن ظلم قال أرضو مصدقيكم ثم قال وإن ظلم قال أرضو مصدقيكم قال جرير فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية قال أنبأنا داود عن الشعبية قال قال جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمر بن أبي سفيان عن مسلم بن سافنة قال استعمل بن علقمة أبي على عرافة قومه وأمره أن يصدقهم فبعثني أبي إلى طائفة منهم لآتيه بصدقتهم فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعر فقلت إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك قال ابن أخي وأي نحو تأخذون قلت نختار حتى إنا لنشبر دروع الغنم قال ابن أخي فإني أحدثك إن كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قال قلت وما علي فيها قالا شاف فأعمد إلى شاف قد عرفت مكانها منتلئة محطا وشحما فأخرجتها إليهما فقال هذه الشافع والشافع الحائل وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قال فأعمد إلى عناق معطاط والمعطاط التي لم تلب ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا ناولناها فرفعتها إليهما فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمر بن أبي سفيان قال حدثني مسلم بن سفنة أن ابن عذقمة استعمل أباه على صدقة قومه وساق الحديث أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد لما حدثه عبد الرحمن الأعرج لما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث قال وقال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباث بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالده قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباث بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى قال حدثني أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثله ثواء أخبرنا عمر بن منصور ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلار الثقافية قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت أقتل بعدك في عناق أو شاث من الصدقة فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شعبة وصفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أخبرنا محمد بن علي بن حرب عن عراك بن المروزي قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن مكفول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكفول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خثيم قال حدثنا أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفل عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقا أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن قتيم بن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوثق صدقة أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أوثق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تنيم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمس أوثاق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواغ من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوثق صدقة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخير والرقيق فأدوا زكاة أموالكم بكل مئتين خمسة أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا بن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخير والرقيق وليس فيما دون مئتين زكاة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيترك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولي رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حسينا قال حدثني عمر بن شعيب قال جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسل قال أبو عبد الرحمن خالد أثبت من المعتمر أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النظر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان قال فيلتزمه أو يطوقه قال يقول أنا كنزق أنا كنزق أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله عز وجل مالا فلم يؤدي زكاة مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة فيقول أنا مالك أنا كنزق ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل الآية أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو ساق من حب أو تمر صدفة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني عمر بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمسة دون أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا ثمر صدق حتى تبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس دود ولا فيما دون خمس أواخ صدق أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الأودي عن عمر بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواخ صدق أخبرنا أحمد بن عبد حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمر بن يحيى عن أبي סعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواخ صدق ولا فيما دون خمس ذود صدق وليس فيما دون خمسة أوثق صدقة أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي قال حدثنا بن وقب قال أخبرني يونث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وما سقي بالسواني والنضح نصف العشر أخبرني عمر بن سواد بن الأسود بن عمر وأحمد بن عمر والحارث بن نستين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثنا عمر بن الحارث أن أبا زبير حدث أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقط السماء العشر وفيما سقي بالدوالي نصف العشر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حفمة قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة فدعوا الربع أخبرنا يونث بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدث قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون حبيث فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ في الصدقة الرذالة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا يحيا عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصى وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنو فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخبرنا يونث بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونث عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخبرنا يعفوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أنبأنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن عمر بن الحاس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر إن أدى إلي ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فحمي له سلبة ذلك وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاعا من بر شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة